وبالتأكيد معنا حصاد 2022 أحداث كثيرة مرت بها أوروبا أحداث كثيرة مرت في بروكسل قرارات كثيرة ولكن لنبدأ مما انتهى إليه التقرير وهو الحديث عن موضوع اللاجئين نلمس تباينا في اتجاهات دول أوروبا بموضوع اللاجئين هل تعاملت أوروبا بمكيالين؟ هذا تساؤل لمراقبين تجاه اللاجئين إذا قارننا الترحيب باللاقيئين الأوكرانيين في مقابل اللاجئين غير الشرعيين القادمين عبر شواطئ جنوب أوروبا كيف كانت تصريحات المسؤولين حول الكفتين؟ تفضل سلامة مساء الخير الكيل بمكيالين في موضوع المهاجرين أمر أكدته المؤسسات الحقوقية والتي أصدرت الكثير من التقارير والبيانات الخاصة بذلك استقبلت القارة ثمانية ملايين لاجئ أوكراني تقريبا وحظي هؤلاء بالاهتمام حتى أنهم خصصوا برامج للمساعدة نفسية لهؤلاء الفرين من الحرب وهذا شيء جيد وممتاز لكن في المقابل تصاعدت الكراهية ضد المهاجرين وتحديدا المهاجرين من دول إسلامية أو المسلمين أو المفترضين بأنهم مسلمين لأن هذه مشكلة يمكن أن نتحدث عنها أيضا لاحقا تصاعدت هذه الخطابات الكارهة لهؤلاء حتى وصل الأمر إلى القتل في بعض الأماكن وهذا هو التلخيص لما يدور في القارة الأوروبية في موضوع المهاجرين تقلصت المسافة ما بين الخطاب والفعل بعد أن طبعت كراهية المهاجرين في عموم العقل الجمعي الأوروبي على المعاملة أو في المعاملة الحزبية يتقارب اليسار مع الوسط مع اليمين في موضوع المهاجرين في موضوع رفض المهاجرين أوروبا ليس لديها سياسة هجرة لديها سياسة منع الهجرة إغلاق الحدود التشديد على الممرات المائية وفي البحار منع سفن الإغاثة التابعة لمؤسسات غير حكومية من العمل والإنقاذ في البحار إغلاق الحدود وتشديد الإجراءات السفر والرقابة ومحاربة مهربي البشر كلها إجراءات تمنع أو تحاول تقليص عدد المهاجرين إلى أوروبا لكن الفشل الأساسي في أوروبا هو لمشروع الاندماج أول مشكلة حدثت أو المشاكل التي تحدث في الغالب ليس سببها المهاجرين القادمين في الأشهر أو السنوات الماضية هناك مشاكل عميقة في القارة الأوروبية تعود إلى أول جيل نشأ في أوروبا بعد أن جاء أباؤهم من دول عقدة اتفاقيات مع دول أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية ليعملوا كعمال في مناجم الفحم وفي تعبيد الطرق وتحديدا من المغرب وتركيا في إذا تحدثنا عن هذه المنطقة في أوروبا بعد ذلك أنجبوا أولاد وهؤلاء ولدوا وتربوا في أوروبا ثم بدأوا يعلون صوتهم للمطالبة في حقوقهم هنا حدثت أول صدمة أوروبية وبعد ذلك بدأت التساؤلات كثيرة هل هؤلاء جزء من ثقافتنا هل يمكن أن يغيروا الواقع الديمغرافي في أوروبا وبقيت إلى جانب التساؤلات الكثير من الاتهامات إلى أن يصل الأمر بأن تقتل فتاة مثلا في جريمة باشعة عمرها 12 سنة ولوحظ عليها أثار اغتصاب تأخذ هذه الصورة لهذا النعش ويقال بأن المهاجرين وراء ذلك هذا هو الخطاب اليمين المتطرف الذي يمس كل مواطن أوروبي تقريبا